1, 2, 3 اسمي كاترينا عمري 29 عاماً أعيش في برمن وأعمل مع الأطفال والمدارس في مركز لرعاية الأسرة أحب هذا المركز لأنه مكان متعدد الثقافات فيه أناس وأطفال من جميع أنحاء العالم فأكثر ما أحبه هو تعدد جنسيات الناس فيه ما هو الحافظ الذي يدفعك للإستيقاظ باكراً والمجيء إلى هنا؟ في الواقع نهاري منظم هذا ما كنت أفتقده سابقاً لقد كنت عاطلة عن العمل فترة طويلة اليوم أستيقظ باكراً وأقول لنفسي عظيم اليوم أيضاً سأقوم بشيء جميل مع الأطفال كان عمري 18 عاماً حين أنجبت أول طفل هل يمكنك أن تشرح لنا كيف عشت ذلك؟ وقد أصبحت أماً صغيرة السن إذ قلت أنه عليك أن تعايش الأمر على طريقتي الخاصة الأمر كان صعباً جداً وليس كما كنت أحلم به عشت في عائلات مفككة ولا يمكنني الاعتماد عليها ما هي المشاكل التي تواجهك يومياً؟ المشكلة الأساسية كانت العمل كان علي أن أتدبر كل شيء الاهتمام بالأطفال والدراسة مركز رعاية العائلة حيث دعم الكاترين يساعد الأهالي على رعاية أطفالهم الذين لم يلقوا بعد مكاناً في مركز الحضانة أو أنهم يحتاجون لرعاية مؤقتة وعلى العاملين فيه الجلب وإيصال الأطفال إلى منازلهم أو مراكز الحضانة وتحظى هذه المراكز بدعم من السلطات المحلية والحكومة الاتحادية ففي ولاية بريمين التي هي أصغر ولاية ألمانيا يعيش أكبر عدد من الأباء والأمهات الوحيدين نسبة العاطلين عن العمل منهم تصل إلى 40% هل تعتقدين أن عدد أماكن الرعاية هذه هو كاف لجميع الأهالي هنا؟ لا أعتقد أن هذا النوع من المراكز موجود في مكان آخر أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أماكن عديدة مثيلة لهذا المركز وهكذا يتمكن الآباء والأمهات الذين يقومون بثربية أولادهم دون مساعدة شركائهم ومع مدخيلهم الضئيلة يتمكنون من الحصول على مثل هذه الخدمة إذ يصعب تنظيم حياتك حين تبدأين بالدراسة أو بدورة تدريبية لكن مع تقديمات أفضل ستمكنوا عدد أكبر من الناس من التدربي من أجل البتئي بالعمل الانتخابات على الأبواب هل تأملين بتغيير في منطقة كيبريمين؟ طبعاً أتمنى أن يزور السياسيون هذه الأحياء كالتي أعيش فيها ليتعرفوا على نمط حياة الناس واحتياجاتهم اليوم يبدو أنهم يرون الخدمات الاجتماعية هامة كما العمل لكن لا يبدو أنهم يقومون بشيء أعتقد أنهم لا يقومون بما يكفي إن انتخبت مستشارة ما هو أول شيء ستقومين به؟ سأضاعف مرتين أو حتى ثلاث مرات الرواتب والأجور لجميع العاملين في مجال الرعاية لأن هؤلاء يقومون بعمل نحتاج إليه وسيصبحون متقدمين في السن ويجب أن يزداد عدد الأولاد وهذا ما سأقوم بتغييره وأيضا سأحسن ظروف عملي هذه المهنة وهكذا سيحب الناس أعمالهم ويتحمسون لها العديد منهم لا يملكون حوافز للعمل إنهم يقومون بأعمال شاقة لقيمة لها برأيه بريمين غالبا ما تكون في آخر التصنيف لناحية الفقر أو البطالة ونوعية التعليم من ناحية ثانية إنها ليست ولاية فقيرة وأنت أيضا لديك عمل جيد هنا والكثير من الناس على ما يرام فما رأيك بالمساواة في بريمين لاحظت هذا خاصة حين نكون في وسط المدينة هناك لدينا كل شيء مراكز التسوق الكبيرة والمقاهي في كل مكان كل ما يلزم لمن يملك المال لكن حين نذهب إلى الضواحي لا نجد شيئا لا يوجد شيء لمن لا يملك المال هذا يجب أن يتغير يجب أن يتساوى الجميع فيما يقدم إليهم بغض النظر عما يملكون من أموال مرحيس أي حنوال ما تشف أموال تشتركوا في القناة